فيديو اليوم رح يكون عن هستانيانونسلر واطوبيسانونسلر طبعا هذا النوع من انونسلر مهم جدا انو نعرفوه ونفهموه لانو نحتاجوه في الحياة اليومية مثل ما قلت لكم في الفيديو السابق وكنت سألتكم في الفيديو السابق انو اذا حبيتوا هذا النوع من انونسلر قلوا لي في التعليقات ورح نعمل لكم عليه فيديو ولكن للأسف يوم الاثنين كنت مريضة جدا يعني ما قدرش اني نعمل الفيديو حتى اليوم الخميس مساء راني نقدر نعمل فيديو يعني حتى اليوم اتحسنت بشكل جيد الحمد لله المهم قلت لكم انو لقيت التفاعل يعني اصبح كارثة يعني اصبحت تفاعل قليل جدا جدا في القناة وهذا لاني غبت يوم واحد فقط للأسف فانتمنى انكم يكون هناك تعود والشي اللي زاد نشطني وخلاني اني نقول يلا نوضيت عملي فيديو هو انو اليوم كبار يوتيوبرز رهم في دبي حاضرين ايفنت خاص بيوتيوب يعني هذا كان من بين احلامي وللأسف انا كنت يعني من بين اللي قادر يحضروا هذاك اليفنت ولكن مع الاسف الظروف لا تسمح فنتمنى انكم تدعموني وان شاء الله تشاركوا الفيديوهات الى اخره حتى انقدر نحضر ايفنت بطلة اللي متمنية جدا جدا اني نحضره ان شاء الله في اخر السنة ايضا موجود في دبي فانتمنى انكم تعطوا الفيديوهات حقا تمام والآن بدون اطلا الروح مباشراتين لوتوبوس انوانسلاري سيين قلوها لشخص محترم اصلا معناها محترم كونوك هو ضيف كونوك لرمز ضيوفنا سيين كونوك لرمز يعني ضيوفنا الاعزاء او ضيوفنا المحترمين اكرام سارفيسي مز باشليو اكرام سارفيسي مز يعني اكرام سارفيسي هو خدمة تقديم الطعام تمام باشليو يبدأ هنقلك اكرام سارفيسي مز يعني خدمتنا لتقديم الطعام باشليو تبدأ كولتوك لرنز ديك كونوما جتيري نز ما معناها معناها حولوا او ضعوا كراسيكم لوضع المستقيم راح نترجمها حرفيا كلمة كولتوك احنا تعودنا نقولها فقط على الاريكا ولكن الكرسي السيارة او سيارات او كرسي الحافلات الى اخره نقولولو في لغة تركية كولتوك تمام فقلهم كولتوك لرنز يعني كراسيكم استخدمنا لاحقة المفعول به في الاخير راح نقولكم لماذا ديك ديك كونوما ديك يعني مستقيم كونوما جتيري نز كونوما هو الوضع الى الوضع كونوما جتيري نز يعني احضروا ولكن احنا نقولوا حولوا او ضعوا كراسيكم الى الوضع المستقيم نرجعوا للاحقة المفعول به لماذا قلنا كولتوك لرنز لانو قلنا حولوا جتيري نز حولوا يعني ماذا تحولوا الكراسي لذا او ضعنا لحقة المفعول به قلنا كولتوك لرنز احنا رأيم صرف ما ها سيزين كولتوك لرنز وزننا للاحقة المفعول به شفو أنونس أخرا Sayın kunuklarımız Bütün koltuklarda Emniyet كميري vardır Yolcularımızın Emniyet كميري takması Yasa gereği zorunludur Sayın kunuklarımız ضيوفنا المحترمين أو عزائنا الضيوف Bütün koltuklarda Yani في جميع Bütün جميع Koltuklarda Fee المقاعد Emniyet كميري Kemar هو Kuna şofina hafifil vidyo sabaq Ennu huwa hizam al-aman Kemar Vardır Emniyet كميرi vardır Emniyet كميرi huwa hizam al-aman Yolcularımızın Emniyet كميرi takması Yasa gereği zorunludur Bimana annu Rahna n'atikum kalima kalima Hizam al-aman Emniyet كميرi huwa hizam al-aman Takmas Yasa huwa Al-Qanun Giriye Yasa giriye Bimana bimujab al-qanun Zorunludur Al-Qanun 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 رح نشوف آخر آنونس في المستشفى دكتور آيشي موتلو لتفان دانشمية دكتور آيشي موتلو لتفان دانشمية يعني الدكتورة آيشي موتلو من فضلك إلى الاستشارة وفي الأخير أركض الشلار حبيت أن بلغكم أنه فتحنا التسجيل لدورة تعليم اللغة التركية على واتساب لجميع المستويات وأن كان المستوى الأول ولدينا أيضا دورة محادثة وعندنا المستوى الثاني بي بير بي كي وأيضا دورة محادثة وطبعا يكون كل شهر وحده كل مرحلة فيها شهر وطبعا عدد الحصص رح يكون 12 حصة وثلاث حصص في الأسبوع وكل حصة فيها ساعتين بالنسبة للأشخاص اللي يكونوا في المجموعة والأشخاص اللي درسوا واحدهم طبعا رح تكون من ساعة إلى ساعة ونصف المدة للحصة الواحدة وطبعا إذا عندكم أي سؤالة واستفسار أو أي شيء حبيتوا تسألوه تواصلوا معي على واتساب وبدون ما نذكركم أنه ما تنسوش تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وشاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكم هكذا حتى ينتشر أكثر وتستفادوا ونستفادنا أيضا وشكرا جزيلا لكم ونلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر